كيف تفرق بين ثلث الليل الأول، الثاني والثالث أو الأخير؟ سهل جداً، نقوم بحساب الساعات بين أذان صلاة المغرب وأذان صلاة الفجر، ونقسمها على ثلاثة، كيف ذلك؟ نأخذ مثال، ملاحظة، يجب أن تعلم أخي العزيز أن كل فصل وله توقيته، والمثال المعطى عشوائي أذان صلاة المغرب على الساعة السابعة مساءً، وأذان صلاة الفجر على الساعة الرابعة صباحًا، يوجد بين أذان الصلاتين تسع ساعات، ومنه نقسم تسع ساعات على ثلاثة، النتيجة ثلاث ساعات إذن الثلث الأول فيه ثلاث ساعات، معناه من السابعة إلى الثامنة ساعة، ومن الثامنة إلى التاسعة ساعة، ومن التاسعة إلى العاشرة ساعة، أي ثلاث ساعات والثلث الثاني فيه ثلاث ساعات، معناه من العاشرة إلى الحادي عشر ساعة، ومن الحادي عشر إلى الثانية عشر ساعة، ومن الثانية عشر إلى الواحدة ساعة، أي ثلاث ساعات والثلث الأخير فيه ثلاث ساعات، معناه من الواحدة إلى الثانية ساعة، ومن الثانية إلى الثالثة ساعة، ومن الثالثة إلى الرابعة ساعة، أي ثلاث ساعات أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من المعلومة، لا تبخل علينا بالإعجاب بالفيديو، والاشتراك في القناة، ومشاركة الفيديو مع صديقك